اهلا بكم فقرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من خلال هذا الفيديو النهاردة هنتكلم عن توقعات لجوي عياد هي عرافة معروفة بالتخصصة في العلوم الجفرية وانها بتقدر تطلع التوقعات من خلالها التوقعات اللي هنقولها هي شاملة النص الثاني من عام 2021 وايضا النص الاول من عام 2022 التوقعات دي على مدار سنة تعال نشوف مع بعض قالت ايه بالزبط وايه التوقعات الحقيقة كلها خطيرة ومهمة ولازم تكونوا معايا لغاية اخر الفيديو لان مفيش توقع ينفع يتساب اولا اتكلمت عن ان الصين هتستعد الحكم العالم بعد سقوط امريكا وايضا مشاكل في روسيا وايران ستبدأ في انشاء جيش بمواصفات هائلة استعدادا لدخول السعودية والهدف هو الوصول لمكة المكرمة وبيت الله الحرم طبعا التوقع ده خطير جدا وحسا خيالي ان هو استحالة هيقدروا يعمله حاجة اه لان مش هينفع اصلا يخشه في مكة اه مكة بعيدة جدا عن حدودهم فجيش يعني يوصل لغاية مكة المكرمة والسعودية كل ده ما تجيش جنبهم فالموضوع برضو حسا التوقع ده بعيد شوي انا تقولت متوقع انها تقول بمواصفات هائلة استعدادا للحرب مع اسرائيل لكن الحقيقة التوقع غريب بس انا هقوله مرة تانية ايران تبدأ في انشاء جيش بمواصفات هائلة استعدادا لدخول السعودية والهدف هو الوصول لمكة المكرمة وبيت الله الحرم قوات عسكرية يمنية تنتظر سعة الصفر مع ايران لدخول السعودية والقلب الحكم والاسرة الحاكمة في الحجاز يبقى زي ما انتم شايفين ده هيبقى فيه علاقات ما بين اليمن وايران ان هم يعملوا على انهاء الاسرة الحاكمة وايضا عايزين الشيعية هي اللي تنتصر على السنية الحسيين طبعا كلنا عارفين ان هم بيتعاملوا مع ايران وده في حد ذاته هي بتقول ان ده اللي هيحصل بانهم هيتوافقوا مع بعض ويهجموا مع بعض على السعودية قوات عسكرية زي ما احنا قلنا تنتظر تعت الصفر لدخول السعودية مصر لن تفرد في حقها في موارد نهر النيل ابدا بعد ان فشلت سياسيا لاكثر من مرة وحاولت عدة مرات في النهاية سترسل عدة طائرات لقصف سد النهضة زي ما انتم عارفين ان صد النهضة خلاص تدى المل الثاني قوات عسكرية بحرية ايرانية تغلق مضيق خرمز وتمنع دخول وخروج نقلات النفط العالمية وده لو حصل هيأثر على الاقتصاد بصريقة سيئة تغييرات سياسية كبرى في لبنان ومطالبات شعبية بمحاكمة الخونة والفسدين على تدهور الاحوال الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية في لبنان والاردن سيدخل نفق مظلم والشعب يطالب بالحقوق والعدالة الاجتماعية وايضا شعار الحرية والكرامة للشعب زلزال سياسي في العراق يطيح بشخصيات سياسية ودينية كبيرة والشعب يريد اخراج اخر جندي اجنبي في البلاد فضيحة اخلاقية جديدة لرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تحتلع عنوين الاخبار والصحف العالمية اسرائيل ستفشل فشل زريع في مخطط حلم التطبيع مع الشرق الاوسط وحلم الهيكل سيكون في هذا العام مصير الفشل لهم يبنوا الهيكل على انقاض المسجد الاقصى وده استحال انه يحصل الخدس على موعد مع حدث رباني يفرح به المسلمين والمسيحيين دخول قوات تركيا في سوريا وهزيمة ومقتل عشرات الجنود لهم وايضا دخول قوات تركيا للعراق بحاجة جواهية وخروجها في مدة قصيرة دون تحقيق الاهداف المرسومة لها انقطاع الحج والعمرة لمكة المقرمة من مصر وسوريا والعراق لمدة ثلاث سنين متتالية وده خبر غريب ومحزن جدا للشعب المصري والسوري والعراقي مرة تانية انقطاع الحج والعمرة لمكة المقرمة من مصر وسوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات متتالية دخول قوات أجنبية لمصر بعد حادث سياسي كبير لتغيير الحكم المخطط الشيطاني لتقصيم مصر ولكن هذا المخطط سيفشل فشل زريع ربنا يستر طبعا ما يحصلش أبدا هذا التوقع زلزال كبير رهيب بيضرب منطقة سورية وبيخلف خسائر وضحايا كبيرة وضمشك في مأمن من أثاره المدمرة وحدث كبير عظيم يهز العاصمة الروسية وإعلان حالة الطوارئ من ناحية تانية بتقول جواعيان أنها شايفة موت لرئيس أو ملك لدولة عربية في ظروف غامضة وانتشار الفوضى في أرجاء البلاد ربنا يستر طبعا أحداثة عظيمة في غزة تشغل الرأي العام والعالمي وازدياد المقاومة ضد الأطماع الإسرائيلية وده تحقق أصلا قرب في بداية النص الثاني من عام 2021 زي ما أنتوا عارفون في شهر خمسة بس ممكن تكون أصدها لسه في حاجات تانية ممكن تتجدد الاشتباكات بين غزة وإسرائيل مرة تانية مش بعيد الرئيس العراقي السابق يعود من جديد لتصدر أخبار العراق والكشف عن حقائق وأسرار خطيرة عن الحكومة السابقة وفضائح فيضانات رهيبة فيضانات رهيبة تغرق مدن أمريكية وأعاصير كبيرة بتكتاح ولايات كبرى مسببة خسائر مادية كبيرة انقسام دول العالم لقسمين وتحالف دول المشرق والمغرب في تحالفات بين الدول وما بعضها والاستعداد لحدث عالمي كبير ممكن يؤدي هي قالت ممكن يؤدي إلى حربة عالمية كبيرة ومخيفة ومرعبة زيادة عدد العاطلين عن العمل وغلاء رهيب في أسعار المواد الغزائية الأساسية ظهور شخصية سياسية أو دينية عربية كبيرة تهدد الكوى العظمى وتفشل المخطط المرسوم للشرق الأوسط وحدث كبير في المغرب يفرح الشعب المغربي واحتفال بمناسبة وطنية أو دينية مهمة داخل المغرب الجزائر بيقول كلمة الحق وبيدعم الشعب الليبي في محنته وبيلعب دور مهم وكبير في تحديقة الأمور بشكل إيجابي واكتشاف علاج لمرض مزمن وانتشار عبارة لكل داء الدواء وفرحة كبيرة في الدول العربية وربما يكون هذا العلاج لمرض السرطان بكده نكون لكم كل توقعات جوعية للنص الثاني لعام 2021 والنص الأول من عام 2022 هي مدية توقعات دي مدة سنة فربنا يسطر زي ما انتوا شايفين معظم التوقعات اللي قالتها سلبية للغاية فنتمنى فعلا ما يعصلش السيء ونتمنى حدوث الإيجابي منها فقط وربنا سطر رحيم دايما حتى لو كان حاجة زي كده تحصل نتمنى انها تحصل بشكل خفيف ونقدر نتجاوزها لان مهما حصل معنا منقدر نتجاوز المشاكل يا ما عد علينا كدول العربية من مشاكل وصراعات وحروب لكن في النهاية كل المشاكل بتنتهي وفيش اي ازمة بتدوم للنهاية شكرا على وجودكم معنا ما تنسوش لو انتوا يستجداد معنا تشتركوا تفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعونا في كل جديد وايضا لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وشير عشان يوصل لكل الناس المهتمة بالنعادي من الفيديوهات وقولونا على رأيكم في اللي بيحصل وفي التوقعات اللي لسه قيلنا تحت اسفل الفيديو هل متوقعين حاجة زي كده ممكن تحصل وإيه اكتر توقع شايفينه منطقي ممكن نحصل خلال المرحلة اللي جاي شكرا واشوفكم بخير في توقعات اكتر وايضا اخبار وان شاء الله اشوفكم بخير في احداث صرة من غير اي مشاكل او احزان إلى اللقاء شكرا واشوفكم بخير